اعزائي مشاهدي ومتابعة الجمهورية اولاين اهلا بيكو في فيديو جديد انحداء حلوان احنا الان داخلنا عند عم محمد جرفطة في منزله هو اصر بعد ما اطلع معنا لايف في الجمهورية اولاين والمساء ان يطلعنا على جزء خاص في حياته ويعرفنا او عايش فيه وايه هو المنتج اللي بيبيع زيك عم محمد عامل ايه اخبارك ايه كله تمام احنا جينا زي ما انت قلتنا بعد ما اطلعت معنا في اللايف في الجمهورية اولاين والمساء وقلت لازم تزورونك بيتي واقول لكم حاجات انا بعملها برضو عشان السادة المشاهدين تعرف انا بعمل ايه وبسعى ازاي على لغمة اكل عايشي فحبنا بقى انت توضح بنفسك ونخش بيتك لو تسمح لي انا اخبارك يا عم محمد كله تمام بس بحوش الكاراتين دي بتاعة المنتجات بتاعة شركة جامي عشان يعني ربنا يكررنا زي ما الاخ بتاع كوبرتينا الاستاذ افادسلام قبل كده عامل لي تخفيض كبير يعني اه املي في الشركة ان انا هديهم بالكاراتين دي مسلا مش عايز منهم مقابل اوصل لعشر تلاف كارتين ادي هلهم هدية بحيس ان هم يعملوا ديسكوند العالي وعصام خلوا اسمهم في الشركة يعملوهم مسلا الشراحة التالتة ولا حاجة زي هم زي اكبر تاج وشركة الغندور نفس الحكاية بتاع البسكوت يعني كل منتج بشتغل فيه بس بالتحديد جامل انا الكاراتين دي اول ما بفتحها بالراحة ده كلها ما كاملتش شهر ولا تنين يعني لسه انتاج طازة ده كله بفضل الله عز وجل اه اصلي الكارتونة فيها مكسب خمسة جنيه حتى انا الخمسة جنيه دي لو عد طفل صغير ممكن ادي له الكيس بس هذا في ان انا ادمع اكبر عدب من الكاراتين ليه بقى محمد عشان انا لو قدمت للشركة مسلا عشر تلاف كارتونة فاضية وخبال حضرتك ولسه انتاجهم يعرفوا ان انا موزع كبير ليهم ويعملولي ده املا في الشركة طبعا مش تعهب منهم ولا اي حاجة انا بص في اليوم ممكن ابيعلي عشر علب ولا حاجة ونفس الحكاية شركة الغندور بتاع بسكوت جميل جدا فضل حضرتك يعني بص ده انتاج يوم يعني يوم واحد بفضل الله كل يوم اللي ربنا يا كريمني بي يعني هنا في سوق الخضار ببيع عشان اخد شريحة معينا مش باسم انا باسم علي وعصام هتنفعهم بعد كده لما يجوا يتاجروا في مثلا البسكوت ولا في الشوكولاتة هيبقى ياخدوا خاصم كأنهم يعني كأنهم زي الحج محمد ابراهيم وصبح الفارس والاستاذ عب غفار نزيه كواكيل يعني ممكن ياخدوا على كل خمسين كارتونة خمس كارتين مجان هيبقى فايدا للولاد يعني انت هدفك من تجميع الكارتين دوت الولاد طبعا هما حابا يجيو هما نور عين من الناس اللي بتاخد خاصم داخل الشريح برضو على حرارك بقى فيها مش شريح اكبر بدل خمسة جنيه مسلا في الكارتونة ستة جنيه بقى سبعة جنيه كده يعني مش كم كارتونة غادوا تعمى محمد يعني دخلت حوالي فتمن تلاف كارتونة من كل نوع بفضل الله عز وجل محمد لله رب العالمين من كل نوع بقى معك كم كارتونة عشرة تلاف ده دوان اللي انا يعني هبعته للشركة انا لسه ما اه يعني انا هفاجئ به الشركة امم يعني انا ما فيش شركة منهم عارفة اي حاجة عن دول امم يعني شاء الله رب العالمين انا هفاجئها به برضو السبب ده كله عشان خاطر أولادك طبعاً هو أنا ليه اللي هم ربنا يحفظهم ويسلح حالهم ربنا يحفظهم ولادي بيعين حساب مني بكتير وعندهم طلاقة في الكلام أنا ما كان أنت بخزن في الكراتين بس ولا أنت عايش هنا برضو أنا عايش هنا بس يعني برضو بخزن في الكراتين هطبقها لما أفضل هطبقها أنا بطبقها ما بتشغلش مساحة بس عشان يعني باجي متأخر بطلع سبعة الصبح وباجي اتنشر بالليل ما بلحقش إن أنا طبق تعبت يعني براع واجعني بتنام بوست الكراتين هنا يعني أنت سايب بيتك وقفلق وانت باني طوبة طوبة وطلع بيه عشان خاطر تفضل هنا جنب الكراتين ولا تفضل جنب أولادك في منطقاتهم أفضل جنبهم هم ساكنين في حيطة قريبة مني عشان علي مسلا هو راح المدرسة هو جاي يعد علي مسلا إحنا مش عايزين أكتبك يا عم حمال إحنا بنتكلم معاك أنت جايب تعمل حاجة جديدة ما تجيب ليس السيرة وأنا مش عايزة إن شاء الله بس إنت عامل عمل عظيم يعني اللي يفضل يحوش 8000 كرتونة ولا 10000 كرتونة من كل منتج بيبيعه عشان خاطر يبقى أولاده ويشوفهم في مكانة عالية ويبقى ليهم هامش ربحة عالية ما أنا عملت عمل عظيم بس بعد ما ما عملت عظيم بس بعد ما عملت بعد ما عملت عمل زعلهم مني طبعا إنت بترسم البهجة والفرحة والدخلة على الناس كلها ما هو ربنا سبحانه وتعالى بقى هو يعني بإصلاح حالي مع عنا نرجع للصلاة زي زمان وكده هو يصلح ما بيني وما بينهم إن شاء الله رب العالمين هما الولاد بيصلوا والدتهم بتصلي وكبال حضرتك والولاد بيخرجوا في سبيل الله بس أنا اللي أسرت في الصلاة واتلهت بالدنيا شوية وإن شاء الله لما صلي ربنا هيرجع الولاد وكل حاجة هما بييجوا منا طلو جنة طلو بيجوا يروقوا لي وغسلوا لي ومسحوا لي ويتطبقوا لي الكاراتين وعصام هما بيجوا على طول بس أنا اللي بكركب الدنيا بسرعة أنا اللي ببادل الدنيا هما بيجوا ربنا يبارك لك عام محمد وإحنا بنشكرك على عملك الرائع والعظيم دوت وعلى حبك لأولادك إن شاء الله ربنا يجمعك بيهم على خير بإذن الله عام محمد هل حبي تقول حاجة تاني للمشاهدة متابعة الجمهورية أونلاين؟ في حاجة يعني عايزة أقولها بس يعني إيه في ناس في التعليقات كنت عملت فيديو مبارح مع أخ مطرب كده أخي بالساعتك ولقيت ناس في التعليقات يعني قدي مصر ومش عارف قلت لا لا يا أخويا أنا مصري بسم الله ما شاء الله مصري ناعمة ورودة أنا بطلع ببضعتي رأي عند التاجر وفلوسي في جيبي واخبالك برجع بأمان طلع على بضعتي نايم ومستقر دي كلها ملايش تعمل أنا ببص لأخويا بتاع العراق ألاقي لإيه الشعم يدبحوه عارف يعيش في بيته أبص لأخويا بتاع سوريا لإيه اللي مش عارف اسمه منتشبه ولا إيه ولا في لبنان متناهيلين ولا في اللي اسمه اليامن دي لحسيين وفي ليبيا إيه وإحنا في مصر بناكل وبنشرب والله ما بيحسش بإيمة أمه اللي يعرف مرطبه يعني ما عرفش إيمة أمه اللي ما شفت البهدلة اللي أنا فيها دي أنا روحت أربع شهور الهند اللي يخرج برة مصر دقيقة واحدة يعرف إيمة مصر كويسة بقق المية في مصر كتير قوي كتير علينا حلم. بنشكرك عم محمد وبنقدم لك كل تحية وتأدير على اللي انت بتعمله ده عم محمد. وبجد ربنا يبارك لك ويكرمك في اولادك ويعمل لك كل خير انت عاوزه بازن الله. هو اشكر برضو مرسومة عشان هي تلعت في البرامج بتاعتها كلها. وقالت هو يعني ما حصلش نصيب لكن هو والدهم يعني يعني ابن عمتي بس ما حصلش نصيبه وبيبيع بتراقة كويسة. طبعا هي ربنا يحفظها هي صاحبة كل فضل عليها وكل خير عليها وقفت معايا كتير. عمري مهانسة وقفها جنبي ابدا تلاتة عشرين سنة تحملها تحملت معايا كتير جدا جدا. ربنا يسلح حالها وحال امه المصطفى يا ربنا. انا بنشكرك عم محمد وعزائي مشاهدي ومتابعة الجمهورية قولاين هو ده الجزء الخاص اللي عم محمد اصر ان هو يطلعنا عليه وهو تجميعه للكاراتين عشان يبقى فيه هامش ربح اكبر لاولاده في كل منتج هو بيبيعه. شكرا عزائي مشاهدي ومتابعة الجمهورية قولاين. بالله عليك بالله عليك استن. اتفضل عم محمد. اديني التليفون. اديني التليفون. لازم الناس يشوفوا الوش الجميل ده وم يجي مع الصوت الجميل ده استحليفكم بالله. انا بشكرك عم محمد وربنا يبارك لك يا رب ربنا يخليك عمد الف شكر لك عم محمد شكرا متابعي ومشاهدي شكرا لخطوات حضرتك الجمهورية والجريدة اللي حضرتك بتتبع ليها جزاكم الله كل خير.